بسم الله الرحمن الرحيم الذي وفقنا لمعرفته وهدانا بهدايته فهو الكريم الجواد جاد على خلقه بفضله وتفضل عليهم بجوده فتواصلت نعماءه وتواكبت آلاءه فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلاة يا ربنا نسألك بها أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تكشف عن الأمة غمها وهمها بفضل الصلاة على حبيبنا ورضوان الله تعالى على صحابته الأبرار الأئمة الأخيار ومن صار على المنهج واتبع الطريق إلى يوم الدين وبعد فلقد تردد على ألسنة الناس هذا القول المؤمن كيس فطن هذا ليس من قول رسول الله المؤمن كيس فطن هذا هذا ليس من قول رسول الله إنما هو من قول أنس ابن مالك رضي الله عنه ويتردد هذا القول كثيرا على ألسنة الناس ناسبينه إلى رسول الله بغير علم حتى أنه يكتب في بعض الكتب مرددا على أنه من قول رسول الله وأيضا يردد على المنابر وفي المنتديات وفي اللقاءات منسوبا إلى رسول الله وهو في الحقيقة لم يقل ذلك المؤمن كيس فطن هذا من قول أنس ابن مالك وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما هي الكياسة الكياسة حسن تقدير الأمور والحكم عليها بمنزار الوسطية وعدم الإفراط فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا الأمة المحمدية اختارها الله لتكون أمة وسطية في عباداتها ومعاملاتها وطاعاتها وسلوكياتها فلم يأمرنا ربنا سبحانه ولم يكلفنا فوق الطاقة إنما تعبدنا حتى نحبه وما كلفنا ما يشق علينا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة هكذا روى سيدنا ومولانا رسول الله عن رب العزة فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره فالكياسة ألا نغلو في ديننا وأن لا نفرط أيضا حيث لا إفراط ولا تفريط ولقد ذهب مجموعة من الصحابة إلى سيدنا ومولانا رسول الله وهم في غايتهم يريدون الخير يقولون إننا سنصل الليل كله والخبر متفق عليه وسنصوم النهار كله أي الضهر كله ولا نتزوج النساء لما سمع منهم سيدنا ومولانا الرؤوف الرحيم الذي جاء رحمة من ربه وجاءت رحمته من رحمة ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك لما سمعهم سيدنا ومولانا رسول الله اعترض على هذا التقرير الذي أورده هؤلاء وقال لهم معقبا على ذلك أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني إذن الكياسة في مراد القول الذي يقاله سيدنا أنس رضي الله عنه تعني أن نقدر الأمور تقديرا صحيحا وأن لا نكون مفرطين في تعاملنا مع غيرنا وأن لا نشق على أنفسنا وأن لا نعرض أنفسنا ما لا تطيق إن الله سبحانه وتعالى لن تنفعه طاعة الطائعين ولن تضره معصية العصاه لن نضره بمعصيتنا ولن ننفعه بطاعتنا بل إن الطاعة لنا والمعصية علينا فعلى هذا رب تسبيحة واحدة كان فيها الإخلاص تقبلها الله فرفعت قدر صاحبها وأعلت منزل تفاعلها وربما طاعات كثيرات أداها الإنسان بغير إخلاص وبغير نية لله جاءت يوم القيامة صحائفه فارغة منها فالمرء أبداً ينبغي أن يفعل لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً الغلو منهي عنه في الدين الذين أخذوا بظواهر النصوص أولووا أعناقها ليسخروها لأهدافهم وغاياتهم إما إفراطاً وإما تفريطاً نقول لهم إن مراد الله واضح في كتابه وإن مراد رسوله بيّن في سنته فمن أراد أن يستمسك بديننا عليه أن يأخذ من أهل الذكر وأن لا يجعل مرجعيته إلى الذين يأخذون بظاهر الأمور فكثير ممن لا علم لهم يقفون عند آيات واضحات بيّنات من كتاب الله أو على سنة واضحة بيّنة من كلام رسول الله ثم يسخرون ذلك كله لغايتهم وهدفهم نقول لهم نحن في حاجة إلى الكياسة وإن سيدنا أنس قال المؤمن كيّس فطن أما الفطن فمعناها أن تفهم أغوار الأمور وأبعادها وهذه لا تعطى إلا لمن اختصه الله بها الفطنة صفة من صفات المؤمنين ينبغي للمؤمن الصادق مع ربه الصادق مع نفسه أن يفطن لما يدور حوله إذا رأيت عدوا يحشد لك قوته ويريد أن يسطوى عليك افطن إلى أنه يريد القضاء عليك فجمع نفسك ووحد كلمتك وارفع رايتك وأيد عملك بصدق النية مع ربك واعلم أن العزة لا تنال ولا يصل المرء إليها إلا بأعمال صالحات طيبات نجعلها قربات إلى رب البريات بدل أن نقول هذا القول نذكر ما قاله الحبيب وهو حديث حسن أخرجه الإمام الترمذي في سننه من رواية سيدنا شداد بن أوس وكذلك أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه الزهبي وقال عنه العلامة الألباني إنه حديث حسن يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت من دان نفسه أي لم يزكي نفسه إذا رأى عمله ناصعاً أمام يديه فلا يتباهى ولا يتفاخر ولا يظنن أن هذا العمل هو الذي يكون من جاتاً له يوم لقاء ربه مهما عمل من عمل عليه أن يستصغره أمام نعم الله التي أنعمها عليه مهما أدى من طاعات فهي أمام فضل الله عليه أن جعله مسلماً وخصه مؤمناً لا تساوي هذه الأعمال شيئاً أمام هذا الفضل وهذه النعم التي أسبغت عليه ظاهرة وباطنة ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إذن المؤمن من دان نفسه يظل يؤنبها يخاطبها يا نفس خافي فإن العمر قد هان واخشي الهوى فالهوى ما زال فتان يا نفس مالي للأعمال أعملها وحدي يا نفس مالي للأعمال أعملها وحدي وأخرج من دنيايا عريانا إذا دان الإنسان نفسه خضع وخشع قلبه واطمأن فؤاده وجد وسعى وفر إلى بارئه وخالقه وأكثر من الإقبال عليه لكنه إن اغتر بما فعل واستشاط كبراً وعجباً بما أدى أزله الله وأذهب أعماله وجاء يوم القيامة مفلساً أنت لا تدري هل قبل هذا العمل الذي تباهي به نفسك وتتطاول به على الخلق وتزعم أنك قد أديت الطاعات وكسبت الصالحات من الذي أدراك ذلك؟ هل تتأله على ربك؟ إن رسول الله كما جاء في الصحيح رأى امرأة تزكي رجلاً من الصحابة مات فتقول إنه من أهل الجنة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من المتألها؟ أي التي جعلت من نفسها وصية على ربنا فحكمت على عبد من عباد الله لا يحمل الحكم عليه إلا ربه أنه من أهل الجنة فلا ينبغي لنا أن نحكم على أنفسنا بأننا من أهل الصلاح والفلاح والنجاح يوم القيامة إنما علينا أن ندينها في كل ما تعمل حتى إذا ما أدينت النفس خضعت وخشعت واستقرت وأدت إلى العمل الصالح إذا طالبتك النفس يوماً بشهوة وكان إليها في الخلاف طريق فخالف هواها ما استطعت فإنما هواها عدو والخلاف صديق وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة